يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر هزينا نتكلم على أهلي صح؟ هزينا نتكلم على كاس العالم الأندية أكيد نتكلم كتير 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 النهاردة طبعا عن الأهلي والمواجهة القادمة أمام فلمونينزي البرازيلي في نصف نهاية كاس العالم الأندية كلام كتير أول نهاردة وكلام مهم جدا بس الأول نهاردة الإسماعيلي كان بلعب قدام أمبي فيه الدوري الممتاز أمبي فاز على الإسماعيلي واحد الصفر في الجولة التسعة من المصابقة هدف ليه محمد إسماعيل حامد من ضربة رأسية في ديار 14 الهدف أمام حضراتكم ألف مليون مبروك لأمبي فليه محترم جدا جدا مع الكابتن تامر مصطفى بصراحة هو مدرب عظيم وكبير أمبي من نهاية الموسم الماضي ماشي بشكل جيد بشكل جيد الموسم ده كمان ماشي بشكل جيد أما الإسماعيلي فمن نفس الأمر زي الموسم اللي فات ممكن يعمل نتيجة في النص حلوة زي اللي عملها قدام البنك الأهلي الأسبوع اللي فات بس بعد كده وقبل كده خسائر وتعادلات ونتائج سلبية الإسماعيلي عنده مشكلة مشكلة كبيرة وإحنا بنتكلم عنها النهاردة أنا حتى ما أجلتهاش قلت أستنى شوية كمان ما أجلتهاش ليه عشان لا الإسماعيلي يحتمل كنادي ولا جماعيلي الإسماعيلي تحتمل أنه الإسماعيلي يعيش نفس المأساب بتاعت الموسم الماضي واللي قبله واللي قبل قبله وسلسلة من السنين كده الإسماعيلي بيعاني هتقول لي طبقا كريم ما هو يعني الإسماعيلي في ظروف صعبة صح الإسماعيلي ما عندهش عناصر كتير كويسة صح الإسماعيلي عنده إقاف قيد صح الإسماعيلي عنده مدارب محترم أيوة كابتن عاب جليل مدارب محترم جدا وأنا على فكرة لما بقول الإسماعيلي في مشكلة دلوقتي ومحتاجي أحلها بسرعة مش هدفي وأتمنى أنه ده ما يحصلش يعني إن الإسماعيلي رح مغير جهاز فني عشان لو غير جهاز فني ودخل السلسلة ديت هيعيش مأساة أكبر بكتير أنا بتكلم الكابتن عاب جلال يبدل موجود بس الإدارة محتاجة تزق مع الكابتن عاب جلال محتاجين يحلوا مشاكلهم بسرعة محتاجين يرفعوا الكتب بسرعة الإسماعيلي محتاج تدعيمات في كم لعب صغير في الإسماعيلي بدأ يطلع وبدأ يبقى شكله كويس بس ده ممكن ما يخليش الإسماعيلي يكمل في الدور آه معلش أنا بأصدمك كإدارة ناتي إسماعيلي مش عايز أصدم الجماهير ومش عايز أعلهم ومش عايز أقلقهم وإن كان هم فاهمين وشايفين الوضع بس بسرعة الحق والوضع ما تجيش في آخر كم أسبوع وتعاون الحق بعض وتعالوا ننقذ الموقف ويالله إيد واحدة ويالله رجالة ولعبوا زي ما بيحصل كل موسم ما من دلوقتي إلحى نفسك من دلوقتي وأمن نفسك من دلوقتي الله يكون فعون الإسماعيلي والله يكون فعون جماعيلي إسماعيلي دايما بقول الأمر ده طيب أنا بدأت الإسماعيلي النهاردة عشان الإسماعيلي يهمنا إسماعيلي نادي كبير ونادي عظيم ولو جماهيرها عظيمة جدا ونادي دائما وأبدا محبوم من كل الجماهير المصرية